أهلا بكم في قناة زومتو إنجليش ومع حلقة جديدة من دروس تعلم اللغة الإنجليزية من خلال المحادثات اليومية أنوان حلقة اليوم محادثة بالإنجليزي في محل الحلاق الرجالي طريقة التعلم نكرر قراءة كل جملة بالإنجليزي مرتين ومرة بالعربي حاولوا أن تقرون كل جملة في المحادثة مع محاولة تقليد اللفظ كذلك كتبوا الجمل مع معناها بالعربي دروس المحادثة هذه مفيدة لتعلم كلمات جديدة وكيفية استخدامها حسب الظرف والحديث الآن مستعدين؟ يلا نبدأ مرحما أريد قصة شعر حديثة بالطبع، أستطيع أن أقترح لك بعض الأنماط التي قد تعجبك أي إنماط ما رأيك بشورت فايد أو تكشورد كويف ما رأيك بشورت فايد أو تكشورد كويف ما هو التكشورد كويف؟ تكشورد كويف هي قصة شعر أنيقة بحجم من الأعلى وجوانب قصيرة هل لديك صورة تظهر لي كيف ستبدو قصة الشعر؟ دعني أريك بعض الصور من كتالوجنا هذا مثال من قصة التكشورد كويف أحب كيف يبدو هذا النمط، ما الخيار الآخر؟ الشورت فايد تعطي مظهراً نظيفاً وحداً إنها قصيرة من الجوانب والخلف والجزء العلوي أطول قليلاً كلا النمطين جيدين، ولكن أعتقد أنني سأختار قصة التكشورد كويف كل النمطين جيدين، ولكن أعتقد أنني سأختار قصة التكشورد كويف خيار رائع، اجلس وسأبدأ في قصة شعرك هل انتهيت؟ هل انتهيت؟ نعم، هل تعجبك القصة؟ تبدو رائعة، أنا سعيد حقاً بالتكشورد كويف أنا مسرور أن القصة أعجبتك، إنها تكمل أناقتك وتضيف لمس حديثه بالتأكيد، إنها أفضل قصة شعر قد حصلت عليها منذ فترة شكراً لكلماتك اللطيفة، تفضل معاودة زيارتنا لقصات الشعر في المستقبل شكراً لكلماتك اللطيفة، تفضل معاودة زيارتنا لقصات الشعر في المستقبل بالتأكيد، شكراً للمرة الثانية عفواً، أتمنى لك يوماً رائعاً ولك أيضاً، وداعاً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة